السلام عليكم أهلاً بالجامع أهلاً الأصدقاء أهلاً الأحباب أهلاً بالجامع بكل الأهل والأحباب والأصدقاء وبالجامع الناس ديون المغرب والناس خارج المغرب والناس العالم كامل كل ما يعجبوا يتفرج على هذه القناة قناة بسيطة بإثم كاشغي حكيمة قناة متنوعة كتفيها فيديوهات متنوعين كاينين وصفات كاينين فيديوهات على مناطق جميلة من على بره مدينة آسفي كاينين فيها وصفات فيها شيوة ذوينا كل مرة كنحط لكم فيديو قناة متنوعة نتمنى تكون هات القناة تعجب الناس بسيطة ونتمنى يكون التفاعل بسيطة ونتمنى تكون قد المشاهدة قد الاشتراك وقد الإعجاب هاتشي يشرفني بالسيطة وشكراً بالسيطة للجامع يشرفني ويشجعني أني نبقى نحط لكم مرة كل نهار وصفة جميلة وكل نهار فيديو ذوي يعجبكم أهلاً بالجامع ومرحباً وألف مرحباً اليوم تمنى تكونوا بألف خير ولبسي عليكم بصحيحة جيدة اليوم حبيت نقدم هاد الوصفة بالأخص النساء هم اللي غادي يحتاجوا هاد الوصفة بزاف ومالي غايشوفوا هاد الفيديو بزاف أمتمنى يكونوا منكم التفاعل بزاف ودعموني وبشتراك ولايك وإعجاب وما تبخلوش عليا بالتعالق ورا هاد الوصفة ذوينا بزاف هاد الوصفة اللي تبيض البشرة كتبيض كتفتح البشرة وكتبيضها وكتنقيها من كل حاجة من الحبوب من البوتر وكتليق حتى للتجاعد كتساعد على التجاعد ما يكونواش بزافة البشرة ومع تكرار الاستعمال إذا استعملناها كل شوش مرت في الأسبوع رغا تبالينا النتيجة تجاعد كتبالينا كتبدا تتحيت كتبدا تزول والبشرة ديانة كيتفتح لها اللون وكتنقى وكتولي ذوينا بالزاف وكتجبر البشرة وكتعطيها واحد لمنطر زوين بالزاف كل مرة كل بنت تستعملها غتجيها ذوينا بالزاف وغتشوف فيها نتيجة ذوينا وانتمنى نشوف منكم تعاليق ذوينا وغادي تجربوها وغادي تعرفوها أنها ذوينا وانتمنى نشوف منكم إعجاب واشتيرك بالزاف وإعجاب وتفاعل بالزاف وتعاليق جميلة باش تدعموني تشجعوني ومرحبا ألف مرحبا معاكم نسمة ورود جميلة بالقناة أني كان أخدم بالورود كان نسم ديرها تسمية زوينا نسمة ورود الجميلة أما الإسم ديالي القناة ديالي بإسم ديالي إسم كاشغي حكيمة أهلا وآلف مرحبا اليوم هاد الوصفة كتتكون هاد الوصفة اللي تكلمت لك مليات كتتكون من الخيار نص خيارة نص خيارة نص خيارة ننقي نغسليوها وننقيوها ونزولولي هالزريعة اللي كتكون في الوسط ديالها نزولولي هالزريعة ديالها نص خيارة كتتكون من الحليب بودرة غادي نديرو معي لقا كبيرة عندنا مال ورد طابعي يكون طابعي نحتاجوه كتتكون من سابون سابون طابعي سابونة طابعية سابون طابعي سمحوا لي سابون طابعي ما يكونش فيه الريحة자를 بالسيف ما يكونش معطير بالسيف ويكون سابون طابعي المهم يكون بيض يكون صابون بيض طبيعي كيف ما كان اش من النوع المهم ما تكونش فيه الريحة بالساف بحال ده بقى انا كنستعملها من اللي كنحب نديرها ونديرها على وجهي ودكشي على بشرة وجهي كنستعمل هات الصابون طبيعي من الارغان ديال الارغان طبيعي ما فيش لا ريحة لبارفام ما فيه لما معطر موالو طبيعي وزوينا بالساف هاد الوصفة كنستعملها زوينا كتعطيني نتيجة زوينا والعائلة كاملين تريات العائلة كنعطيها اليوم كنوريتها اليوم كيستعملوها كتعطيني نتيجة زوينا فعلى باركاتي الله ده بغنوريكم الطريقة كيفاش تصيبو هاد الاتهيئو هاد الوصفة تستعملوها على وجهكم على ايديكم على رجليكم على مناطق اخرى في الجسم ديالكم حبيتوا تنقيوها وتبيضوها وتفتحو لها اللون رازوينة بزر ما فيه الشيماوات اللي مضرة لينا في احويجات زوينين طبيعيين وصفة طبيعية فعلى بركة الله كنحتاجو صابون صابون كنحكوه في الحكاكة كنحكوه في حكاكة حكاكة عادية تكون رقيقة على رقيقة كنحتاجو هكا شوية لي الصابون نحتاجو هاكا شوية معلقة ولا جوجو شوية معلقة تعصابو هل هاكا نحتاجين معلقة معلقة هاتي هلنا معلقة هايا كتشوفوا معايا معلقة كبيرة هاكا معلقة بشي شوية لحساب لي الصابون محكوك كان حتى نحكو الخيار حتى هو الخيار حتى هو كان حكوه على هكا في الحكاكة كانت على الجهة الصغيرة للجهة الرقيقة ماشي الجهة الغليدة نحكوه على الجهة الرقيقة بش كيعطينا نحكو بشي شوية وحد نتيجة زوينة كتكون نتيجة زوينة كيكون الخيار كيكون بحكوك أركاب كيكون بحل شي كريم هاكا 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 سمحوا لي نضع البني لبرد شوية سمحوا لي هاكا سوف نقوم بحلاكة سوف نقوم بحلاكة سوف نقوم بحلاك في اللحظة ثم دخل نقوم بحلاك نقوم بحلاك قام بحلاك و لنقوم بحلاك نخلطه عندنا دابة معلقة تكون كبيرة لصابون نحتاج معلقة كبيرة نحتاج معلقة كبيرة الحليب في الوصفات نستعمل نخدم الحليب بودرة أحسن من الحليب العادي الحليب بودرة في الفائدة مفيدة البشرة ونسجد نخلط ثم نخلط حول نخلط نخلط محكوك نضيفاً سابون بيض نضيفاً 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 نتمنى أن تكون الكاميرا واضحة نت 색깔이 كتب نضيفاً نضيفاً الأدوى ثم نضيفاً نضيفه نضيفاً يجب أن نضيف ماء الورد يجب أن نضيف ماء الورد نضيف ماء الورد يجب أن نضيف ماء الورد يجب أن نضيف ماء الورد يجب أن نضيف ماء الورد دائماً فيما نحب نخدم وصفة البشرة دينا نخدمها بالحليب نحاول نخدمها بالحليب البودرة ولي كتكون في الفائدة زوين كتشوفوا معايا يولي على شكل عجينة وشوية تكون خفيفة ماشي عجينة قاسحة كتولي عجينة خفيفة دائماً من بعد ما وجدنا الوصفة دينا انتم ما كتشوفوا متكون من نص خيارة محكوكة كتعطينا ملعقة كبيرة دي الخيار محكوك وملعقة كبيرة دي الحليب البودرة ومن بعد ما كنحكو شوية السابون سابون طبيعي لأساس نحكو السابون حتى يعطينا مقدار ملعقة كبيرة ونخلطوهم مزيان حتى كيتخلط مزيان ونضيفو عليهم علقة صغيرة وراء دي الماء الورد يكون طبيعي ماء الورد طبيعي ما يكونش فيه رائحة مجهدة بسيف يكون هنا فيه رائحة عادية ويكون ماركة زوينة ومن بعد ما نجرب لكم على ايدي كيفما دايما نجرب لكم على ايدي بسم الله من بعد هكا كنحطوها على وجهنا نضيرو هكا نضيرو هكا نضيروها على وجهنا بحل هكا نضيروه بحل هكا بحل هكا كنتم تشوفوا معايا أتمنى تكون الكاميرا واضحة ومن اللي نضيرو بحل هكا نضيفوه بحل هكا نضيفوه 15 دقيقة 15 دقيقة ربع ساعة من اللي نضيفوه ربع ساعة ديك الساعة كيشرب شوية على البشرة دياننا كينشف شوية كيولي بحل عجينا قاسحة على الوجه دياننا على البشرة دياننا سواء وجهنا ولا ايدينا ولا رجلينا ولا مناطق اخرى في الجسم دياننا نحبو نبيضوها نفتحو لها البشرة نبقيوها وراكم تعرفو ومن بعد ما كنخلوه 15 دقيقة على الوجه دياننا بحل هكا ولا اي بلاصة حبينا نستعملوه عليها من بعد 15 دقيقة نضيفو بحل هكا نبقيو بحل هكا بحل هكا بحل هكا بحل هكا حتى نضيفو على وجهنا كامل بالبشرة دياننا كاملة نحاولوها نضيفو بحل لمصاج علي وجهنا بحل الغاسول ديان كننضيفو بحل هكا ومن بعد من اللي نضيفو على وجهنا اعطينا بحل هكا من بعد كن اخلو الخمسة عشر دقيقة في وجاهنا نحاولو cd دوره بحل هكا على وجاهنا من بعد ما كنديرو بحال هكا على وجهنا وكيولي بحال هكا كيولي بحال هكا كيولي كريم وكيولي مع السل بحال لا ديرين فيه العسل وصفة جميلة وطبيعية بزاف وعدها فوائز زوينة كيولي بحال هكا كتشوفو كيفاش داير كيولي ما كتشوفو كريم لازي جزوين بزاف من بعد كنخلوه تاني هكا كندورو على وجهنا هكا وكنخلوه تاني 15 دقيقة اخرا هي عندنا نص ساعة 30 دقيقة بالمجمل عندها 30 دقيقة كيف ما كنحطوه في اللول كنخلوه 15 دقيقة من بعد 15 دقيقة ربع ساعة كنديرو لي هكا على وجهنا بحال غاسول داع الوجه ومن بعد ما كنديرو لي هكا كنخلوه تاني 15 دقيقة واحدة اخرا لي من بعد 15 دقيقة تانية يعني هي 30 دقيقة هو عندنا في وجهنا نص ساعة انتمنى تكون فهمتوا اني الطريقة مزيان من بعد ما كان دوس 15 دقيقة تانية كنقول له وصلنا ديك الساعة 30 دقيقة ديك الساعة كنغسله كنغسله بالمدافي المدافي عادي كنغسله بالمدافي عادي ندبها كنوريكم قديدة بغي نوريكم نغادي نمسحو ما غاديش نغسل دابا بغا غادي نمسح بفوتا فوتا مسزقاها بالله بحال غا نغسل غي باش نوريكم فوتا مسحت بيها ساردة مسرداها مسزقاها بالما دافي انتم ما كتشوفوا معايا نتيجة شحزوينة نتيجة زوينة بثا كتشوفوا معايا البلاسة اللي حطيتها في عايا كتشوفوها معايا هاو المكان اللي حطيت فيه الماسك كتشوفو هذا كيولي رطاب ناعم كيولي رطاب بالسف وكيتنقى وكيولي زوينة وكتبليت البشرة زوينة وكتبليت بري ومجبدة كتجبد البشرة كتشوفو معايا البشرة كيوفيش ولات كنغسله بالمدافي عادي صافي كننشفو وجاهنا بشوية بفوطة طبيعية عادية وغتشوفو النتيجة كيف كتكون كيولي وجاهنا تبري البشرة كتولي تبري وكتولي مزييرة مزييرة كتشوفو كيفاش دايرة وكتولي كتبري هاكا كتشقشق وكتبياض وكتنقى ومع المدوامة المرة اللولى المرة التانية المرة التالتة المرة الرابعة جوج مرت في الأسبوع ساحة وفي العشية كيف مجبدة اتمنى كتشوفو اتمنى كتشوفو اتشوفو اتشوفو الماكا ومرحبة و الف مرحبة وصفة زوينة بالساف خالط وصفة تبيعي وزوين نعود لكم المقادر بش متكونة نصاب كوك سابون نستعملو سابعي نقوف الحكاكة على قياس ملقة كبيرة عندنا الخيار عندنا الخيار الخيار عندنا نص خيارة نص خيارة هذا غيبقى شويات طريف كنوريكم به نص خيارة كنحكو في الحكاكة سوف تشوفو المقادر من الول مزيان وعندنا الحليب بودرة معلقة كبيرة ومن بعد ما نخلطو الخالط مزيان تاكيتمتازش مزيان داك الصابون كيدوب وكيعطينا واحد واحد نتوقعوش كيفاش داير كيولي كنزيدو عليه ديك الساعات معلقة صغيرة تعماء الورد وكن عاودو نخلطوه بالساف تاني مزيان كنخلطوه نخلطوه كم الطريقة والاستعمال راني وريدكم وانتوما كتشوفوا معايا النتيجة انتوما شوفوا النتيجة والاستعمال وبشرة تولي رطبا وكتولي مجبدا ورطبا وكتبيض وكتزيان وكتولي زوينة وكتنقى الناس اللي كتحب تعتاني بالبشرة ديالها بايدها برجليها بالجسم ديالها وانحنا كنعرفوا وقع ننسى وقع ننسى وقع البنيات وقع ننسى والعالم كامل كتحب أي مرة تحب تهلّا في راسها وتحب تدير مقابلين ونتنقى ونتقاد فهذه وصفة زوينة وبسيطة بساف بسوينا بساف وبسيطة بساف فحباباتي مرقالية إلا نقول لكم بسلامة ومرة أخرى كانت طلب منكم الدعم واشتراك في القناة تمنى تكون علاقة لمشاهدة علاقة تشتراك في القناة ما تنسوش أبوني وتفعلوا تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد كله وفيديو نحطه وتفعلوا تغطوا على زير لايك على الإعجاب وعلى أبوني يشتراك يفرحني بالساف ونتمنا نشوف منكم تعالق زوينا على هاد الوصفة زوينا بالساف نشوف منكم تعالق منها زوينا بالساف عليها من بعد ما تستعملوها ستبالكم النتيجة زوينا من أول مرة أنتم كتشوفوا أنا استعملتها على إيدية كتشوفوا النتيجة كيفاش فحباباتي وكل أصدقاء وجميع العالم بجميع ناس العالم الناس اللي متفاعلين مع القناة والناس اللي ما زال ما مشتركينش في القناة نتمنى منكم اشتراك نتمنى منكم تدعموني وأهلا بالجامع بجامع الناس بكل عالم وصباح الخير اللي عندهم الصباح ومساء الخير الناس اللي عندها المساء ونتمنى لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وبصحتكم وراحتكم هالوصفة زوينا راكت تستعملوها جميلة بزفة غتستعملوها وغتردو عليها في التعالق بنتجة زوينا غتردو عليها في التعالق وتحياتي لكم كنحييكم وخليتكم على خير وإلى اللقاء ونطلقوا إن شاء الله في وصفة آخر ولا فيديو من خارج بره من على بره من شي منطقة زوينا ولا شي وصفة زوينا ولا شي شي هو زوينا من الكوزينة تاني إن شاء الله إن شاء الله ها قناتي متنوعة فيها وصفات جميلة للجامل دينا فيها شي هوات زوينين فيها فيديوات زوينين من على بره على الطبيعة على الحضارات مناطق عريقة من أسفي فأنتمنا هاد القناة بإسم كاشغي حكيمة تكون تفاعلوا معها بالسف وتلقى تجاوب بالسف مع الناس وتلقى إعجاب بالسف ومشاهدة بالسف وشكرا بالسف 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 وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله هتو ما كتشوفوا معي إن شاء الله خلي لكم الراحة والآمان وشكرا بالسف وإلى فيديو قادم إن شاء الله نحييكم مع السلامة نحبكم وبالسفل إلى اللقاء خليتكم على خير شكرا بالسف شكرا